موسيقى 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 وبتدينا لون أخضر كلمة فير بالفرنش معناها أخضر وهي جاية من الكلمة اللاتيني فيريديس اللي معناها أخضر برضو وبتعيش أصلا في الأورى الكافتي أما البيتا هيموليتك دول بيعملوا كومبليت لايسس أو كومبليت ديستركشن للريد بلاس سيلس فعلى البلاد أجار بيظهر كلير زون مناطق لونها عبيض يعني فاضية النان هيموليتك دول مش بيأثروا خالص على الريد بلاس سيلس إحنا في المحاضرة دي هنركز على ودي عبارة عن جروب A بيتا هيموليتك ستريبتو كوكسي بنلاقيها موجودة بشكل طبيعي في النيزة الكافتي عند 15% من الناس وبتكون نون موطايل ونون سبورينج بتكون كمان فاكلتة في أنيروبس يعني تعرف تعيش سواء فيه أكسوجين أو لا ومش بتتكاثر غير على البلاد أجار وبتدينا كلير زون زي ما قلنا لأنها بتعمل كومبليت لايسس للريد بلاس سيلس وزي ما قلنا برضو بتكون كتاليز نيجاتيف لكنها بتكون سينسيتيف للباسيترسين ده أنتبيوتك كده لو حطيته على سيقتل البكتيريا اللي حواليه ويعمل ديراكت لذلك ما تنساش المعلومة دي وهي أنها بتكون سينسيتيف للباسيترسين عشان هنحتاجها في الدياجنوزيس طيب تعال نشوف إيه الأسلحة اللي بتستخدمها البكتيريا دي ضد الإنسان أول حاجة على السيروول بتاعها عندها سيرفس أنتجين في غاية الأهمية اسمه الام بروتين وده بيحميها من الفاجوسيتوزيس الستاف لو أنت فاكر كان عندها واحد زي ده بس كان اسمه بروتين إيه الجهاز المناعي بتاعنا بيكون أنتيبوتس ضد الإن بروتين ده طيب إيه كمان بتطلع مجموعة من التوكسينز والإنزايم سناخدهم واحدة واحدة أول حاجة الهياليورنيديز من اسمه هيروح يكسر الهياليورونيك أسد وده مكون مهم جدا في الكونيكتف تيشو وبالتالي لما يتكسر هيسهل على البكتيريا أنها تنتشر في السكين وتعمل سيرولايتس عشان كده بيسمه الإنزايم ده تاني إنزايم اسمه من اسمه هيروح يكسر الدي أكسي ريبونيوكليك أسد اللي هو الدين الموجود في البص وده هيقلل الفيسكوزيتي بتاع الأبسس ماتيريال اللي هتعملوه الستريبت وبالتالي هيساعد على السبريد برضو بتطلع حاجة كمان اسمه ستريبتولايسين أو ده واحد من الهيمولايسينز وده اللي الجسم بيعمل ضده أنتيباضيز بعد الأكيوت إنفكشن بيقولك إن الأنتي ستريبتولايسين أو لو وصل أعلى من 200 تاض يونيتس ده حاجة ستجيستف إنه حصل ريسنت إنفكشن بالستريبت وكمان بيساعدنا في تشخيص الروماتيك فيفر اللي ممكن الستريبت تتسبب في حدوثه وده اللي هنقوله بعد شوية آخر إنزايم هو الستريبتوكينيز وده بيحول البلازمينوجين إلى بلازمين البلازمين ده يروح يكسر الفيبرين يعني هيكسر البلاد كلوتس عشان كده ممكن ناخده نستخدمه في إننا نكسر الثرومباي لو سدت واحدة من الكوروناي أرتريس أما بالنسبة للتوكسنز فهي بتطلع مجموعة من الإكزو توكسنز أهمهم الإريثروجينيك توكسن وده شبه التوكسيك شوكسندروم توكسن بتاع الستاف وبيعمل حاجة سماس كارليت فيفر طيب نجمع الحاجات دول تاني واربعة أول حاجة الأمبروتين اللي بيمنع الفاجوسايتوسس بعدين الستريبتو كوكل دي أكسي ريبون يوكلييز اللي كان بيكسر الدي النيل موجود في البس بتاع الأبسس بعد كده الستريبتو ليسين أو اللي قلنا إنه أكتر من 200 طاق ديونتس معناها إنه ممكن يكون حاصر ريسين دينفكشن وبنستخدمه في تشخيص الروماتيك فيفر بعدين الهيال يورنيديز اللي بيسموه سبريدنج فاكتور كان بيكسر الهيال يورونيك أسد بتاع الكونيكتف تيشو بعدين الستريبتو كينيز وبيسموه كمان الفيبرينولايسين لأنه كان بيحول البلازمينوجين إلى بلازمين واللي بيكسر الفيبرين بتاع بلاد كلوتس وآخر حاجة الإكزو تاكسينز وأهم واحد فيهم هو الإريثروجينيك تاكسين اللي بيعمل راج فيه الاسكارلت فيفر طيب تعالا نشوف بقى الباثوجينيسز والكينيكال فايندينجز دي هتتكون ازاي هنقسمهم لترد أقسام أول حاجة البايوجينيك انفكشن نتيجة وجود البكتيريا نفسها بعد كده توكسيجينيك نتيجة التوكسينز بعد كده اميونوجينيك نتيجة الاوتواميون والهايبر سينسيتيفتي ري اكشنز اللي هيحصله بعد الانفكشن طيب نبدأ بالبيوجينيك انفكشن الأول لو كان الانفكشن ده لوكالايزد فممكن تعمل فارينجايتس وتونسيلايتس وأغلبنا جاله الأكيوت فوليكولار تونسيلايتس ده اللي هو التهاب اللوز قبل كده كمان عند الأطفال ممكن تعمل امباتايجو ده ببساطة زي ده مامل كده بتظهر على الأطفال بسبب الستريبت ده لو كان الانفكشن لوكالايزد أما لو حصل انفكشن فهيحصل أكتر من حاجة ممكن تعمل إيريسيبلس منطقة على الجلد هتكون ولدي ماركيتد وريزد ومحمرة وفيها إيديمة أو تعمل سيرولايتس والفرق بينه وبين الإيريسيبلس إن السيرولايتس بيكون ديفيوز وديب شوية الخطير بقى جدا إنه يحصل نيكروتايزنج فاشيائتس هي حاجة رير لكنها سيرجيكال إميرجنسي ممكن تعمل جنجرين بسبب الإنفجن الإكستنسيف والسريع جدا اللي هتعمله الستريبت حاجة تاني فيتل برضو ممكن تحصل هي بكتيريميا أو سيبسس عند الحوامل بقى بعد الدليفوري أو الولادة ممكن يحصل حاجة اسمها بيربير الفيفر اسمها بالعربي حمى النفاس ممكن تحصل في خلال الاربعين يوم الأولينيين نتيجة حدوث سيبتسيميا وإندوميتريتس تمام خلصنا البيوجينك نروح على التوكسوجينك ونشوف التوكسنز بتعمل إيه بنفكرك أنه الستريبت كانت بتطلع مجموعة من الإكزو توكسنز أشهرهم الاريثروجينك توكسن أول حاجة بتعمل سريبتو كوكل توكسيك شوك سندروم زي الستاف بيحصل فيه شوك وبكتيريميا وممكن يحصل مالتي أورجن فيلير أشهرهم الريسبيراتوري فيلير تاني حاجة والشهيرة جدا اسمها سكارلت فيفر بالعربي اسمه الحمى القرموزية بعد ما يحصل بيوجينك انفكشن فارنجايتس أو سكين انفكشن بعد 24 ساعة الاريثروجينك توكسن يعمل راش بيظهر الأول على الترنك بعدين بيعمل سبريد لحد ما يوصل للاكستريميتز طيب تالت حاجة اميونوجينك أو بيسموه بوستستريبتو كوكل ديزيزيز حكتين مشهورين جدا بيحصلوا يا إما جلوميرل ونيفرايتس أو روماتيك فيفر ودول مش بيحصلوا بسبب البكتيريا نفسها لكن هما هايبر سينسيتيفتي ريسبونس أنفرايتس بيحصل بعد الاسكين انفكشن يعني الاميون سيلز هتروح تضرب الجلوميرولاي بتاعي كلا والروماتيك فيفر بيحصل أكتر بعد الريسبيراتري تراكت انفكشن وبما أن الروماتيك فيفر هو الأخطر تعالى نشرح الآلية دي بتحصل إزاي فاكر الامبروتين اللي قلتلك عليه من شوية موجودة على السيرول بتاع الستريبتو كوكس بيوجينيز وهو المصيبة أنه فيه تشابه كبير ما بين الانتيجينز الموجودة على الهارد تيشو ما بين الامبروتين ده التشابه ده هيلخبط الخلايا المناعية فتروح تضرب في الهارد مصل والهارد فالف بيسموها ميليكولر ميمكري لحد ما يحصل دامج للهارد مصل والهارد فالف بيحصل غالبا بعد البيوجينيك انفكشن معلش تعبتك معي أنا بس تعال نجمع جينيكال فايندينجز دول تحت بعض كده عشان تفتكرهم بسهولة احنا قلنا هنقسمهم بيوجينيك وتوكسيجينيك وإميونوجينيك وقادي كل حاجة بيحصل تحتها ايه خدها سكرينشوت لو حابب بركز فيها كده لمدة 5 ثواني قبل ما نروح للدايجنوزيس طيب خد نفس عميق ويا الله بينا احنا اصلا فضل لنا كلمتين ورد ضغطاهم يا عطبر خلصنا عايزين نشخص بقا هنعمل ايه قدامك حاجة من اثنين يا اما الكالشر وهو واحد غلبان ما فيش غيره البلاد اجار والستريبتو كوكس بيوجينيز بتعمل بيتا هيموليسيس هيديك كلير زونز وعندك الحاجة اللي قلنا عليها اللي اسمها باسي ترسين سينسيتيفتي وقلنا ان الجروب ايه ستريبت واللي منها البيوجينيز بتكون باسي ترسين سينسيتيفتي طيب عايز اشخص الروماتيك فيفر فاكر الاستريبتو لايسين او هيطلع ضده انتيبادي اسمه انتيستريبتو لايسين او لو زاد عن 200 طات يونيتز ده هيكونفيرم انه حصل ريسينت انفكشن بالستريبتو كوكس بيوجينيز والانتيبادي ده بيظهر من 3 ال4 اسابيع بعد الانفكشن طيب عايزن عالج بقى قالك كل الستريبتو كوكس بيوجينيز بيستجيبوا للبينيسيلان ولو حد عنده حساسية من البينيسيلان بنتديله حاجة من الماكرولايدز زي الإريثروميسين او بنتديله كلينداميسين وطبعا الحاجات الاوتو ايميون اللي حصلت زي الروماتيك فيفر والجلومير والونيفريتس بس ما لايش دعوا بالعلاجات دي بنعلاجها وحدها بالعلاجات تانية